يأتي إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كترجمة عملية لمبادئ الحفاظ على الكرامة الإنسانية وحفظ الحقوق والتأكيد على أن أسمى ركيزة في أي وطن هو حقوق الإنسان إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسعى من خلال دورها كما هو منصوص عليه وفق القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2021 للاطلاع بدور رقابي على أداء الحكومة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان ومن هذا المنطلق ستسعى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل بشراكة وثيقة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية وكذلك المؤسسات الأكاديمية والفكرية والبحثية بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة وفق آلياتها وأجهزتها المعنية ستعمل من خلال مبادئ سيادة القانون والمساواة في الحقوق بين كافة فئات المجتمع من خلال التأكيد على مبادئ التسامح والتعايش والتعددية ونبذي كل أشكال التعصب والكراهية والتمييز في هذه المرحلة التأسيسية سأقوم أنا وزملائي أعضاء مجلس الأمناء بالعمل على وضع الخطط التنفيذية وتطوير الهياكل التنظيمية واعتماد الميزانية التشغيلية كذلك العمل على إطلاق الموقع الإلكتروني وتتشين منصات التواصل الاجتماعي مع الجمهور وذلك لتحقيق أعلى درجات الكفاءة المهنية والجودة الخدمية باعتبار أن الجمهور هو الشريك الرئيسي لكل ما ستقوم به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اشتركوا في القناة